قال جد لحفيده يوصيه لا تكثر من مديحة من تحب ولا تمشي مع من لم يطع ربه ولا تثرثر بالمجالس ولا تسلم وأنت جالس الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى لقربه لا تهون ولا تتكبر لا تلين ولا تتجبر الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر والمخلص لا يندم والكريم لا يمن والمحب لا يمل كن كما أنت لا تكن كما يريد غيرك احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم ولكنه مبدأ أن تتعلمه من دينك وتربيتك احترم تحترم وكن ثريا بأخلاقك غنيا بقناعتك كبيرا بتواضعك لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك لأنه في الأصل خلفك وليس أمامك لا تخبر الناس كم تحفظ وتقرأ من القرآن بل دعهم يرون فيك قرآن اطعم جائعا واكس عاريا وساعد محتاجا وارحم يتيما وسامح مسيئا وبر بوالديك وابتسم للجميع فليس العبرة أين وصلت في القراءة وحفظ القرآن إنما أين وصل القرآن فيك